اشتركوا في القناة استعدادات واتخذت كافة اجراءات لضبط وتأمين الحركة المرورية خلال اجازة عيد الفطر المبارك وسيكون ذلك من خلال تكثيف الدوريات سواء الدوريات المتحركة او دوريات الراجلة على كافة شوارع وطرق مملكة البحرين وايضا مناطق الفعاليات والانشطة وفي محيط المجمعات التي ستشهد حركة مرورية متوقعة خلال هذه الفترة وايضا زيادة حركة القدوم عبر جسر المالك فهد لزوار المملكة والحقيقة ان الادار عام المرور بدأت خطتها واستعدادات من امس من ليلة العيد لضمان انسياب الحركة المرورية ايضا في نفس الوقت الحد من التجاوزات والمخالفات المرورية المؤثرة على الحركة المرورية او المعرضة لحياة الارواح وامتلكات للخطر الله دائما لدار عام المرور تتمنى سلام للجميع